وتعالوا أقول لكم ببساطة خالص نقول الإجراءات مرة تانية اللي احنا كنا بنتكلم عنها في الاستشارة الإجراءات ديات مهمة عشان نلاحظ نفسنا وإحنا بنستشير بشكل صحيح ولا لا لأن احنا لو ما استشارناش بشكل صحيح فيه خوف كتير على نفسنا وعلى عقلنا وعلى دينا وعلى أعراضنا وعلى أموالنا أو الإجراء قلناه في الاستشارة أن أنت لما تيجي تستشير حد لازم الشخص ده اللي أنت بتستشيره يكون بيحترم العلم بقولنا بيحترم العلم يعني ما يتفهش العلم ما يتفهش العلم يعني إيه؟ ما يجيش يوعد يقول لك كلام فيه نوع من أنواع عدم التزام احترام العلم في الاستشارة ولكن الإجراءات اللي احنا قلناها لك بقى الإجراءات الستة اللي احنا بنحاول بقدر الإمكان نساعدك على أنك أنت تستشير بشكل صحيح أول حاجة عشان تستشير بشكل صحيح لازم تكون أنت وبتستشير الشخص ده بتستشيره وهو من أهل المعرفة ما تستشيرش أي حد مش من أهل المعرفة لازم استشارتك تكون لشخص من أهل المعرفة يبقى أول حاجة راجع معايير اختيارك لللي انت بتستشيره تاني حاجة اللي انت لازم تعرفها استشير اللي بيحترم العلم زي ما قلتلك ما تستشيرش حد ما بيحترمش العلم تالت حاجة تستشير حد مستقل مش عايز يصبط استشارته على هواك رابع حاجة ما تستشيرش حد لسه بيجرب عايجرب فيك وفين وفين بقى لما تزعل النتيجة وبعدين ممكن يئزيك ما تستشيرش حد رقم خمسة ما تستشيرش حد منعزل عن الحياة استشير حد بيعرف سادس حاجة استشير مستشار مدرك للواقع ومتابع عشان وظيفة الاستشارة ان هي تخليك تحب الحياة وتعيش الحياة بشكل صحيح مش تهرب من الحياة